السلام عليكم اصدقائي كيف حالكم متابعين على قناة فوتر كوين بهالفيديو اصدقائي راح تكلم عن خضية السي سي ضد دوك وانو الشركة تيرا فروم لابس امن برش فيديو بتمنى تضغط على زر اللايك تشتركوا بالقناة فعل زر الجرس حتى يصورتك الجديد في عالم وعملات رقمي ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام والرابط لحتكم تلاقيه موجود اسفل الفيديو خليكم معنا اصدقائي الى بعد الاندرو اصدقائي صباح اليوم عملة تيرا لونا 2.0 اللي هي عملة جديدة اللي شركة تيرا فروم لابس انخفضت من الساعة الثانية عشرة ظهرا الى الساعة الرابعة عصرا تقريبا عشرة بالمية بشمعة اربع ساعات واحدة فقط سبب الانخفاض هو تقرير من هيئة الاوراق المالية مضمون هذا التقرير هو يدرفع دعوة قضائية على دوك وانو شركة تيرا لونا من اجل او بسبب تضليل للمستثمرين وبيعهم ضمانات غير مسجلة وطبعا وصفت لجنة اوراق المالية والبورصات عملة تيرا لونا انها بروتوكول احتيالي وانها ورقة مالية غير مسجلة يعني عملة سيكورتي بتبيع ضمانات غير مسجلة او ضمانات غير موجودة اساسا هذه الدعوة قضائية ممكن تسبب بانخفاض اليو استي كلاسيك واللونة 2.0 وطبعا لونة كلاسيك لكن تأثيرها رح يكون الاكبر على عملة لونة 2.0 لكن المشكلة اصدقائي بعملة تيرا لونة كلاسيك انه التقرير بيقول انه عملة لونة كلاسيك قبل الانهيار كانت ورقة مالية ممكن هذا التقرير هو يسبب انخفاض بعملة تيرا لونة كلاسيك لكن انخفاض بيعي او فومو بيعي فقط يعني ما ممكن نشوف انهيار بالعملة او انخفاض كبير بالعملة العملة قوية والسوق صاعد والبيتكوين صاعد وحاليا نواجه مقاومات مقاومة كسر 25000 دولار اذا نجحنا بكسر 25000 دولار بالتأكيد رح نشوف ارتفاع كبير ممكن نوصل الى منطقة 30000 دولار لكن ما دام رح يصير تصحيح في البيتكوين فرح نشوف انخفاض بعملة تيرا لونة كلاسيك هذا الشي طبيعي لكن ما دام نحن حاليا بسوق صاعد واذا كسرنا متقط 25000 دولار فاكيد رح نشوف عملة تيرا لونة كلاسيك داخل ممر اللي رسمته على فريم الواحد يوم ولي قمة هذا التريند رح تكون 0.322 لكن حاليا بحتاج لاغلاق اعلى 0.321 حتى ندخل بالكريدور اليومي مرة ثانية ونرجع نشوف قيمة جديدة بعملة تيرا لونة كلاسيك نقطة ثانية اصدقائي بالنسبة لها عملة اللونة 2.0 حسب فريم الاربع ساعات فنحن حاليا عم نمشي داخل مثلث بتحدد مصير العملة عند رأس المثلث اما اختراق الى الاعلى او اختراق الى الاسفل انا حاليا متوقع ارتفاع بالعملة انتهى الفم والهبوط على العملة العملة الخفضة تقريبا 10% وممكن حاليا نشوف تقريبا ارتفاع بساوي 25% اذا كسرنا رأس المثلث لان بحتاج ارتفاع بالنسبة 5% وحركة سعرية الى الاعلى لحتى بنرجع نتوجه الى منطقة الدولارين و30 زيند يعني العملة ترتفع تقريبا 25% او 30% من السعر الحالي هاي مربح تقريبا 25% من السعر الحالي لكن ستو بلوز رح يكون اقفال شمعة يوم او شمعة اربع ساعات اسفل الدولار و 85% اصدقائكم وصلنا على الفيديو باتمنى الفيديو قد اعجابك لا تنسى تشترك بالقناة فعل زر الجرس توقع اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي مع السلامة ودمتم بخير